بسم الله الرحمن الرحيم أنت الله مولان الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم نصور هذا الدرس في اليوم السابع من المحرم المحرم الحرام إلا على أهل البيت عليه السلام حيث تقطع أوصالهم وتحرق خيامهم وتسبى عيالهم وهم آذوا الله وعيبة علمه فإنا الله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلنا إلى الإجماع عند الإمامية تقدم الكلام عن دعوة الإجماع عند غير الإمامية وأنهم يقصدون به دليلاً مستقلاً عن الكتاب والسنة وتقدمت مناقشة دعوة الإجماع بهذا المعنى ومناقشة أدلته ومناقشة هذه الأدلة أما عند الإمامية فالإجماع ليس دليلاً مستقلاً في قبال الكتاب والسنة وإنما هو كاشف عن السنة كاشف عن قول المعصوم فإن كشف عن قول المعصوم فبها ونعم وإن لم يكشف عن قول المعصوم فلا أثر له ولا قيمة له الكلام كل الكلام في كيفية في آلية كشف الإجماع عن قول المعصوم البحث كل البحث في أنه كيف نصوّع كاشفية الإجماع أنقض المعصوم الكلام هنا اليوم نقرأ المقدمة التي تؤسس للمبحث قال رحمه الله الإجماع عند الإمامية إن الإجماع بما هو إجماع بما هو هو لا قيمة علمية له عند الإمامية لأنه لا يكشف عن شيء مجموعة أشخاص غير معصومين اتفقوا على شيء ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اتفاقهم ماذا يعني لنا؟ هل هم مرتبطون بالسماء؟ كلا هل هم معصومون؟ كلا هل هم مرتبطون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلا فإذا رأيهم بما هو رأي لا يمثل دليلا في الشريعة إن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم إلا إذا كشف عن قول المعصوم كما تقدم وجهه فإذا كشف على نحو القطع عن قول المعصوم وجهه أنه كاشف مثل ما يأتيك مخبر ثقة ويقول حدثني جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج كاشف فإذا كاشف بهذا المعنى فنحن نقبله إن لم يكن كاشفا لا نقبله فإذا كشف على نحو القطع عن قوله عن قول المعصوم فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف هو الأمر المنكشف هو قول المعصوم هو الحجة فإذا أوصلني إلى قول المعصوم قول المعصوم صار حجة اللي هو حجة في الأصل فيدخل حينئذ في السنة هذا يكون من باب السنة لأن القول المعصوم هو السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابل السنة وقد تقدم أنه لم تثبت عندنا عصمة الأمة عن الخطأ وإنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أنه يكشف عن رأي من له العصمة فالعصمة في المنكشف لا في الكاشف قول الأمة بما هو قول الأمة لا يؤثر شيئا لا يثبت العقل الشرعي ولا ينفي العقل الشرعي قول الأمة إذا كشف عن قول المعصوم قول المعصوم هو الحجة وقد تقدم أنه لم تثبت عندنا عصمة الأمة عن الخطأ وإنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أن هذا الاتفاق من الأمة يكشف عن رأي من له العصمة عن رأي المعصوم فالعصمة في المنكشف في قول المعصوم لا في الكاشف الذي هو الإجماع وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم كيف أن الخبر إذا كان خبرا متواترا يكشف يقينا عن قول المعصوم فكذلك الإجماع إن إن كشف بنحو القطع عن قول المعصوم فهو حاله حال الخبر المتواتر كيف أن الخبر المتواتر يكشف هذا أيضا يكشف إذا كشف فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا يعني مباشرة بل الخبر المتواتر دليل على الدليل قول المعصوم هو الدليل على الحكم الشرعي الخبر المتواتر كاشف عن قول المعصوم خبر المعصوم هو الدليل الخبر المتواتر دليل على هذا الدليل فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا بل هو دليل كاشف ودليل على الدليل دليل على قول المعصوم غاية الآمر أن هناك فرقا بين الإجماع وبين الخبر المتواتر المصنف عندما شبه الإجماع بالخبر المتواتر لا يريد أن الإجماع تماما يشبه الخبر المتواتر من جميع الجهات ويطابقه من جميع الجهات لا هو يشبهه من جهة ويفارقه من جهات يشبهه من هذه الجهة وجه الشبه هنا هو أنه كما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا وإنما هو كاشف عن الدليل كاشف عن قوز المعصوم فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليل وإنما هو كاشف الخبر المتواتر إذا كان يقيني إذا وصل حد التواتر يكون يقيني الإجماع إذا افترضنا أنه صار إجماعا كاشفا يقينيا يكون هذا كاشف وهذا كاشف متشابهان من هذه الجهة ولكن يمكن أن يكون بينهما اختلاف بل بينهما تبعوا الاختلاف من أكثر الجهات وين اشتركا من هذه الجهة غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر أن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم قال الصادق أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا خبر متواتر اللفظ متواتر نفس الألفاظ منقوله هذا في الخبر المتواتر اللفظ بينما في الإجماع في الإجماع ليس عندنا ألفاظ ليس عندنا قال الصادق وإنما مجموعة فقهاء أو مجموعة من يكون قولهم مؤثرين يذهبون إلى رأيين بحيث الباحث يقطع بأن الإمام أيضا يقول بهذا بالمضمون بالمحتوى وليس بالألفاظ غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر إن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم أي إنه يثبت به نفس كلام المعصوم نفس اللفظ يثبت فيما إذا كانت تواتر لفظي باعتبار أن تتواتر معنى أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس المحتوى المقصود من رأي المعصوم أحبتي ليس الرأي بمعنى الاجتهاد عندما يقال رأي المعصوم نظر المعصوم قول المعصوم ليس كما نقول نظر الشيخ المفيد أو رأي الشيخ الصدوق أو اجتهاد الشيخ الطوسي ليس كذلك المقصود من الرأي هنا ليس معنى الاجتهاد والاستنباط والاستكشاف من الأدوات المتعارفة عندنا لا أحبتي المعصوم مرتبط بالمصدر الأصيل للتشريع مرتبط بالله سبحانه وتعالى بوسائط معصومة غير قابل الخطأ هذا هو فرض العصمة الذي نتحدث عنهم فالمقصود من رأي المعصوم هو نقله للحكم الشرعي القطعي عن الله سبحانه وتعالى هذا الذي نقصده أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأيه المعصوم لا على لفظ خاص ليس على الألفاظ بينما الخبر المتواتر يمكن أن يكون إذا كان لفظيا ينقل نفس الألفاظ لأنه لا يثبت بالإجماع في أي حال أن المعصومة قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيان الحكم الإجماع يذهب مباشرة إلى الرأي إلى المحتوى إلى الحكم إلى المضمون ويقول أن الإمام قطعا ذهب إلى هذا المضمون قطعا يريد هذا المضمون قطعا بيّن هذا المضمون وهذا المحتوى بأي ألفاظ كانت ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي دليل اللبي لأنه ينقل المحتوى فقط ولا ينقل الألفاظ التي تبين المحتوى نظير الدليل العقلي كيف أن الدليل العقلي ليس فيه ألفاظ وإنما محتوى فقط يعني أنه يثبت بهما يعني بالإجماع وبالدليل العقلي نفس المعنى نفس المضمون ولكن غاية الأمر أنت تعبر عنه بشكل وأنا أعبر عنه بشكل آخر ولكن المضمون مضمون واحد أنا أدركه وأنت تدركه يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى ونفس المضمون من الحكم والمحتوى والمادة للحكم الشرعي الذي هو كاللبي بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له الألفاظ مثل القشر الذي ينقل المعنى والمعنى هو اللب فالإجماع ينقل فقط المعنى أن هذا حرام ولكن بأي لفظ عبر الإمام هذا غير من قول في الإجماع هذه الفقرة والثمر بين الدليل اللفظي واللبي هذه ثلاثة أسطر نتركها نتحول إلى المطلب الذي آتي بعدها قال وَإِذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع الإجماع تارة نلاحظه بما هو هو نريد إجماعا هنا لابد أن يتفق الجميع لكي يتحقق الإجماع لابد أن يتفق الجميع ولكن بالرؤية الإمامية للإجماع الإجماع كاشف عن قول المعصوم كاشف عن نظر المعصوم كاشف عن ما بينه المعصوم فهذه الكاشفية لا يشترط فيها عدد معين يشترط أصل الكاشفية أن تتحقق فإذا اجتمع عشرة من الفقهاء مثلا أو عشرون من الفقهاء مثلا وتيقننا قطعنا بأن الإمام عليه السلام قد أراد هذا المحتوى وبين هذا المحتوى هذا الإجماع يصر حج المهم أنه كاشف هذه الكاشفية لا يلزم فيها عدد معين لا الجميع ولا النصف ولا الثلث ولا الربع ولا تسعين بالمئة ولا ثماني بالمئة المهم أن يكون هناك عدد يؤدي إلى اليقين يؤدي إلى القطع بأن هذا الكلام وأن هذا الحكم وأن هذا المضمون وهذا المحتوى هو من الإمام هذا لا يشترط فيه عدد معين وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء الجميع مطلقا كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم المهم جماعة إذا اتفقوا قطعنا بقول المعصوم هذه الجماعة قد تكثر وقد تقل يختلف باختلاف المضمون باختلاف نفس الجماعة باختلاف الفترة الزمنية إلى آخره كثروا أم قلوا سواء كانوا كثيرين أم كانوا قليلين إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم المهم هذه النقلة أن نعلم من خلال اتفاقهم ننتقل من اتفاقهم إلى قول المعصوم المهم هذه النقلة هذه النقلة قد تحصل بمئة قد تحصل بخمسين قد تحصل بعشرين المهم هذه النقلة من اتفاقهم ننتقل إلى أن هذا الاتفاق قطعا يكشف عن قول المعصوم يقينا بحث لا نشك في أن هذا الاتفاق مخالف الواقع كما صرح بذلك جماعة من علمائنا قال المحقق رحمة الله تعالى عليه في المعتبر بعد أن أناط حجية الإجماع بدخول المعصوم الإجماع إنما يكون حجة إذا كان عن قول المعصوم قال فلو خل المئة من فقهائنا من قوله لما كان حج إذا جمعت مئة قول لفقهائنا ولكن ليس فيهم الإمام ولم يكن قولهم كاشفا عن قول الإمام لا أثر له فلو خل المئة من فقهائنا من قوله خل المئة من قوله كان قول هذه المئة خاليا عن قول الإمام لما كان حج ولو حصل في اثنين كان قولهما حج هذا طبعا مبالغة في البيان يقول له نفرين وأنا من خلال قولي هذين النفرين قطعت بأن هذا المضمون هو من الإمام كفى ذلك المهم عندي أن الإجماع جسر يوصل إلى المعصوم إلى كلام المعصوم هذا الجسر ما يفرق المهم أن يصل العدد إلى مرحلة القطع وهذا يختلف قد يزيد وقد يقل وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم فكل جماعة إذا كان هذا المبنى بحيث من خلال اتفاق الجماعة نصل إلى قول الإمام فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجماعها حجة كل جماعة إذا اكتشفنا من خلالها اكتشفنا قول الإمام كان هذا الإجماع حجة حجة بمعنى ماذا؟ حجة بمعنى كاشف لأنه حجة بنفسه يعني إذا استكشفنا وتيقننا من خلال كلامهم تيقننا برأي الإمام أخذنا بهذا الإجماع إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا ولكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع هذا في التفاصيل إن شاء الله تأتي أنه كيف يكون الإجماع كيف يتحقق الإجماع قد يقول البعض يبين الإجماع بنحو يقتضي اتفاق الجميع هذا إن شاء الله في التفاصيل وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع مسامحة ظاهرة الإجماع بما هو مصطلحون أصليون يفترض أن يكون اتفاق الجميع إجماع يعني اتفاق الجميع فإطلاقهم الإجماع في رأي الإمامية على جماعة محدودة وليس اتفاق الجميع إطلاقهم على جماعة محدودة هذه الجماعة وصلت بحيث نتيقن من خلال كلامها نتيقن برأي الإمام سمي إجماعا مع أنه رأي الجميع لا ليس رأي الجميع وإنما هو رأي مجموعة فهذا تسامح إطلاق الإجماع على قول هؤلاء العشرة هم عشرة فقط ولكن نعتبر كلامهم نسميه إجماعا من جهة أنه كشف عن قول المعصوم مع أن الأصل في استعمال كلمة الإجماع هو اتفاق الجميع فإطلاق على المجموعة المحدودة التي تحقق الغرض وهو الكشف عن قول المعصوم إطلاق على المجموعة المحدودة تسامح فإن الإجماع حقيقة عرفية أو فإن الإجماع حقيقة عرفية أو حقيقة من جهة كونه حالة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي اتفاق الجميع فإطلاق على البعض من جهة أن هذا البعض أن هذه الجماعة تكشف عن قول المعصوم فسمي إجماعهم الصغير سمي اتفاقهم سمي إجماعا هذا مسامحة ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميتهم الإجماعا قد لقائل أن يقول لا هذا ليس مسامحة هذا إجماع لأنه كاشف وكل ما كان كاشفا فهو إجماع قد هكذا يقال المصنف يقول لا الإجماع له معنى عرفي وهو اتفاق الجميع كون هذه المجموعة الصغيرة المحدودة كونها كاشفة صحيح وهذا يجعلها حجة ولكن هذا لا يبرر إطلاق كلمة الإجماع عليها في المصطلح فقط الاختلاف ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه صار كأنه اصطلاح جديد أنه كل اتفاق لجماعة كاشف عن قول المعصوم سمي إجماعا حتى لو الجماعة قليلة فيراد من الإجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم كل اتفاق يستكشف من قول المعصوم يسمى إجماعا سواء كان اتفاق الجميع أو البعض فيعمل قسمه والخلاصة التي نريد أن ننص عليها وتعنينا من البحث هي هذه إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه بسبب الإجماع على سبيل القطع ماذا علم؟ قول المعصوم إذا أوصلنا إلى قول المعصوم بطريق يقيني بشكل يقيني بنحو يقين فما لم يحصل العلم بقول المعصوم فلا فأحد وإن حصل الظن منه فلا قيمة له عندنا ولا دليل على حجية مثله وأمثاله من الكواشف المدعات وأما كيف تصوير الآن بحث في التفاصيل كيف نصور كاشفية اتفاق جماعة على قول المعصوم تصويره فيه اختلاف أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه وقد ذكروا لذلك طرقا أنها المحقق الشيخ أسد الله التستري في رسالته المواسعة والمضايقة على ما نقل عنه إلى اثنتين عشرة طريقات نقل في معاش طريق في معاش منهج في معاش بيان لتبرير وتوضيح كيفية كاشفية كيفية كشف أقوال العلماء الفقهاء عن قول المعصوم ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي أربعة طرق تأتي إن شاء الله بتفاصيلها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيتها الطيبين القاهرين الله الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله abone ol الله 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 يا الله